من ضمن القضايا اللي اهتمت بيها الصحف بشكل كبير وخصوصا بقى الصحف الاوروبية هنسيب الصحف الامريكية ونسيب الصحف او المجلات والدوريات الامريكية تعالوا نروح بقى الاوروبا وصحف فرنسا والمانيا تحديدا افريقيا كانت مصاري اهتمام الصحافة في فرنسا الفيجارو ولماند كل الصحف الفرنسية نهاردة بتتكلم عن افريقيا بشكل عام وعن النايجر بشكل خاص سلموند مثلا بتقول ايه حتى كده العنوان الاساسي بتاعها الضيق الافريقي والاحراج الغربي تعالوا ندردش سواه وإيه اللي بيحصل في النايجر وهو ليه كل نهاردة بيتكلم عن النايجر انا اقول لحضرتك ليه لانه النايجر دي هي عبارة عن مصدر مواد خام وبقت مؤخرا ساحة صراع بين روسيا وفرنسا دول الاكواس دخلت على الخط وهي طبعا دول غرب افريقيا قالت لك انا مستعدة للتدخل العسكري اعتراضا على تغيير السلطة في النايجر والاطاحة بالرئيس محمد بازوم الرئيس ده طبعا بازوم ده كان بتقال عليه رجل فرنسا في النايجر ولحظوا حضرتكم ان فرنسا موضوع بنسبة لها مش بسيط الفرنسيين عينهم النهاردة على اليورانيوم اللي موجود في النايجر وعندهم منه احتياطات كبيرة جدا والاحتياطات دي بقت تروح لتشغيل محطات الطاقة في فرنسا ايه اللي عمل بعد الوقتي دول الاكواس بتقول احنا هنعمل قوة تدخل ترجع الامن وترجع الامور لسابق عهدها لكن هل التدخل ده هينهي المشكلة بالعكس ده هيشعل للنار في افريقيا في دول افريقية مش موافقة بالمناسبة على التدخل وقالت لو التدخل ده حصل يعتبر اعتداء علينا احنا وعلى اراضينا زي مالي وبوركينا فاسو وفي دول تانية بتأيد الخطوة رسميا لكن شعبيا في رفض كبير جدا زي نيجيريا التدخل ده ولا فسحة ولا لعبة ده لونة تايك كبيرة قوي على الاقتصاد والامن وممكن يعطل تماما شرايين التجارة بين اوروبا وافريقيا ده لموند ده بنشوف الدرش بيجل قالت ايه العلاقة مع فرنسا على المحك دي الجزئية بقت تحديدا والزاوية تحديدا ركزت عليها الدرش بيجل الالمانية ولفتت نظر لحاجة مهمة جدا انه نظام الاستعمار القديم المستمر بالمناسبة في افريقيا ولا بقى نافع ولا بقت الدول الافريقية متقبلة وبقت بالعكس بتصور ضده ولو حضراتكم شايفين في الصورة دي نسخة درش بيجل الانترناشنال اللي هي باللغة الانجليزية مكتوب ايه في العنوان Anger Against France Grows in Africa الغضب يتصاعد في فرنسا ضد الغضب يتصاعد في النيجر ضد فرنسا وفي الصورة بقى بالمناسبة لو حضراتكم تلاحظوا فيفا روسيا تحيا روسيا خلاص وفيفا نايجر تحيا نايجر وإيه وتسقط فرنسا أو هم عايزين يقولوا كده يعني ليه روسيا ليه النهاردة بيقيدوا روسيا وبيعرضوا فرنسا أو مش موفقين على النفوذ الفرنسي الموجود في البلد دي مسألة لافتة جدا الجريدة دارش بيجل عملت لقاءات مع المواطنين واحد فيهم قال لهم إيه بقى قال للجريدة إيه إنه الرئيس السابق بعضهم كان لعبة في إيدين فرنسا بابت على حسب الوصفة أو المصطلح اللي نقلته الصحيفة بابت فرنس بابت مع إنه نايجر استقلت وتحرارت سنة 1960 هي ومجموعة أخرى من الدول الأفريقية لكن مع الأسف وكأنه البلد لسه بيحكمها الفرنسيون وكأنه بتدار أمور إفريقيا بعض الدول إفريقية طبعا وليس كلها وكأنه تدار من داخل قصر الأليزي دارش بيجل زي ما تكلمت عن الوجود الفرنسي واخترته حذرت من الروس قلت لك مش هندخل الفرنسيين مش هندخل الفرنسيين ندخل مين؟ ندخل الروس وندخل فاغنر تحديدا ده غير بقى يعني قصة التدخل الخارجي والتدخل الأجنبي وتصارع القوة في النايجر كل ده كوم والإرهاب كونتاني ده بيمس الكابوس بالنسبة للأفرقة وتحدي كبير جدا ولا دولة غربية قدرت أنها تساعد في حله مع أن فرنسا تحديدا عملت عمليات عسكرية أخرها عملية البرخان أو البركان كما يسموها لكن لم تنجح ولم تستطع مقاومة الإرهاب ودلوقتي معظم التقارير الغربية بتتكلم أنه فرنسا أنه النايجر وإفريقيا بشكل عام هي البقرة القادمة لتنظيمات متطرفة زي داعش خطر كبير وللأسف أنه أي تحرك في إفريقيا قد يؤثر على بقية الدول الإفريقية